رحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الثامنة عبر قناة الرشيد الفضائية سارتي الكرام نتناول الملف الأمني في هذه الساعة والأحداث التي طالت ناشطين صحفيين وعدد من المواطنين خصوصا التجار وأصحاب المحال التجارية كيف هو موقف القيادات الأمنية إذا هذه الانتهاكات والأزمة الأمنية الأخيرة ما هو موقف أيضا حكومة كربلا من اللجان الأمنية التي شكلت بعد اغتيال الناشط والصحفي علاء هل من الممكن اعتبار اللجان والمشكلة هي فقط حبرا على ورق أم أن وزارة الداخلية ولجزاء الأمنية لديها رأي آخر هل سنشاهد فعلا أسماء متورطة في هذا الملف كل هذا وغيره ناقشه مع ضيفي الكريمين السيد باسم خشان رئيس منظمة عيون على القانون حكرا سيد باسم ضيفي الكريم وأيضا من أربيل من فوضية حقوق الإنسان سيد فاضل الغراوي مرحبا سيد فاضل إذا كنت تسمعني بوضوح سارتي الأكارم لدينا تقرير ولنعود ما يزال مسلسل استهداف وتصفية الناشطين والمثقفين العراقيين ما يزال مستمرا حيث أقدم مسلحون يستقلون دراجة نارية باختيال الروائي الدكتور على مشذوب الخفاجي أما منزله في شارع ميثم التمار وسط المدينة القديمة في محافظة كربلاء بعد أن أطلقوا عليه وابلا من الرصاص لتستقر 13 منها في جسده مما أدى إلى مصرعه في الحال هذا غجل شنو زنبه كل اللي يطلح للاتحاد والأدباء الساعتين العصر يكتب كاتب رواية أديب تعرفوا دكتور على يكتب هموم الناس مشاكل الناس حفظ على تراث كربلة كتب على كل مناطق كربلة باب الخان العباسية باب السلامة شخصيات كربلة بيوتات كربلة ويكتب عنها ألام الناس وآهات الناس ومعاناة الناس عن الوضع المزري بهذا البلد ليش شن الجرمة حقيقة خسرت كربلة والعراق قلب حر ووطني وشريف ومتصدي رائع حقيقة لم نكن نتوقع أن تقابل الكلمة والصوت الحر برصاصة جبانة هذا التصرف يدوم على أنه فلاس القاتلين فلاس القتلة وحقيقة لن يثنون عن طريق التصدي للفاسدين والمجرمين والمأجورين مراسيم تشيع جثمان الفقيد المغدور التي انطلقت من أمام منزله باتجاه المرقدين الشريفين وصولا إلى ساحة التربية ومن ثم إلى مثواها الأخير في مقبرة وادي السلام شهدت مشاركة واسعة من مختلف الفعاليات والأوساط الكربلائية والذين نددوا بهذه الجريمة النقراء التي استهدفت أحد الرموز الثقافية في العراق وكربلاء على وجه الخصوص مطالبين الأجهزة الأمنية الإسراع بالقبض على الجنات والكشف عن الجهة التي تقف وراءهم لتسليمهم للعدالة ولينالوا جزائهم العادل قضية على مجدوب هي اغتيال الثقافة العراقية واغتيال لصوت المثقف وإسكاته أنا أقول أن هناك من يترصد أو يتربص بكربلاء كربلاء الأمن والجمال والإبداع والمدنية كربلاء لم تمر بها صفحة كهذه الصفحة لم يمر بها حتى في أزمان الإرهاب وغياب الدولة لذا السؤال الموجه إلى الدولة الآن والكرة في ملعبها أن لا تجير مقتل على مجدوب ضد مجهول لقد مننا من المجهول نريد وقف جادة لأننا كيف نكتب كيف نسير كيف نذهب إلى مدارسنا كيف نذهب إلى أعمالنا أن كان صوت المثقف والإنسان العراقي يحصل بهذه الطريقة البشعة والبربرية لا ندري أين سيصل العراق بهذه الحالة المزرية يعني يجب أن يلاحق هؤلاء الجنات أولا باسمي وباسم الكوادر التربوية نعزي محافظة كربلاء نعزي الكلمة الصادقة في محافظة كربلاء المقدسة بفقدان الروائي والناشط أو الثقافي والتدريسي الدكتور علاء فنطالب القوات الأمنية بالكشف عن هذه الجريمة الجريمة البشعة الذي اختالت رمز من رموز خفاجة وهو الدكتور علاء الخفاجي نطالب القوات الأمنية بالكشف عن هذه الجريمة بعيد عن الأحزاب بعيد عن السياسين بعيد عن التأثير غضب شعبي كبير وردود أفعال مستنكرة واسعة شهدتها محافظة كربلاء على خلفية اغتيال أحد رموزها الثقافية والأدبية حيث تعالت الأصوات المنددة بهذه الجريمة النكراء من كربل طارق طارق الخفاجي قناة الرشيد الفضائية شكرا لزميننا على هذا التقرير استاذ باسم حالة من الرعب حقيقة غضب ثقافي كبير وحتى شعبي على ضوء اللي دنشوفه من مشاهد أمنية صح ممستمرة لكن دنشوفه أكو فواجه حقيقة بشكل مستمر ما نقول إحنا الأمن موزيا حتى لا تعتبر تهمة استاذ باسم لكن بالشكل العام المواطن قلق قلق إذا الأحداث اللي ده صير ناشط صحفي تاجر يعني من السبب من السبب إذا دائما نتحدث عن وجود تقارير جيدة أمنية يعني الحقيقة إحنا العراقيين عشنا في قلق مستمر من 2003 لحد الآن قلق من الإرهاب قلق من القوات الأمريكية والقوات المختلفة اللي كانت تجاوز قلق من الشركات الأمنية الآن إحنا في قلق من جهات تقريبا نحنا نعرفها يعني الشعب العراقي يفهم ويعرف من هذه الجهات للأسف إحنا الآن صرنا في قبضة أشخاص أو جهات ما عدها وعي الحقيقة يعني هم لو كان عدهم وعي ما يقتلون شخص مثل الشهيد على لأن الحقيقة يعني أنا اطلعت على مقالاته نعم الشهيد الحقيقة ما عنده شي متطرف في آراءه آراءه جدا معتدلة حتى ما يشاع عن هذا المقال اللي أشار بي إلى الخميني الحقيقة كان مقال بسيط جدا يعبر عنه هو يعبر بي عن رأيه يتكلم عن مسألة الضبابية في رؤيته للخميني هو مواد 68 لما انتهت الحرب كان عمره 20 سنة أكيد هو ما عنده فكرة صحيحة أو فكرة عن الخمين الضبابية يتكلم عن سفرها إلى الكويت رجوعها إلى إيران و نجاح الثورة الإيرانية طيب هنا لما تكلم يتكلم عن أنه الحرب اشتعلت حتى ما أسند إشعال الحرب إلى الخمين نفسه قال اشتعلت الحرب يعني ممكن يكون صدام حسين هو قصده طيب اللي اشعالها أول خمين بمعنى المعنى أن المقال إذا كان هو هذا المقال موضوع أو سبب الجريمة فهو مقال بسيط جدا لكن اللي ارتكبوا هذه الجريمة الحقيقة دفعوا بأفكار للناس ثبتوا حقيقة أنهم ناس جاهلين ما عندهم فرصة أن يتقبلون الآخر وأعتقد نهايتهم وشيكة لأن اللي ما يتقبل الآخر لابد أن ينتهي طيب لكن أستاذ على هذا أستاذ باسم موضوعة يعني التقارير دي نشوف إحنا أكو تقارير أمنية تعتقد أكو جهات تحاول خلق فوضة من خلال هذا الرعب من خلال هذه العمليات اللي دي نشوفها بين الحين والآخر الحقيقة يطلعون إلى جانب المتظاهرين يحطون المندسين شنو المندس ما نعرفه طيب بس هو هذا شخص آخر يتحمل كل أخطاء الحكومة ويتحمل كل تجاوزات المتظاهرين يعني نحل المسألة بإيجاد طرف آخر يعني معقولك يعني مثلا يعني جهات أمنية متورطة في هذه الفوضة الجهات الأمنية يعني الجهات الأمنية في أغلب الأحيان تعرف من المتجاوزين في أغلب الأحيان لكن لما يكون المتجاوز طرف الجهات الأمنية تخاف منها يهددها أو ما تريد تكشف صارت هذه الجهات أقوى من الدولة مثلا أستاذ طبعا هذه الجهات أقوى من الدولة هذه الجهات بدليل هذه الجهات لها أذرع إحنا لما تشوف شلون صارت تعينات الشرطة شلون المؤسسات الأمنية تدار هاي المؤسسات كلها تنتمي إلى أحزاب بعضها الآن وصلوا بفوهات البنادق تقريبا والبنادق صارت يعني وسيلة الضمان بقاها بسطة للأسف هم ما يفهمون أن هذه المرحلة لازم يعبرونها حتى وإن كان هناك أخطاء يجب عليهم أن يفكرون ببداية جديدة حتى ممكن يستوعبه الشاب العراقي هؤلاء يصرون على أن يستمرون في هذا النهج في مواجهة الأشخاص اللي ممكن يبرزون كأسماء واضحين أمامهم أمام الفساد أمام فسادهم أمام أفكارهم هذه المسألة مواجهة الفكرة بالرصاص هذه موجودة بس عند هؤلاء الجهلة اللي أصور عنه قصير إن شاء الله طيب استاذ فاضل السلام عليكم حياك الله ضيفا كريما من أربيل استاذ فاضل شون قراءتكم للمشهد الأمني كحقوق إنسان وهل تعتقد أن العراق اليوم أصبح بيئة طاردة للإعلام حقيقة ولأصحاب الكلمة الحرة تحياتي لك أستاذ أحمد تحياتي أستاذ باسم ولكل المشاهدين الكرام بصراحة موضوع مهم وفي وقت أهم نحن نفقد بين يوم وليلة الشخصيات المؤثرة في المشهد العراقي سواء كناشطين سواء كصحفيين كسواء مدونين والتهديدات تترى بين الحين والآخر على هذه الفئات وبالتالي كأنما هناك أيدي خفية تدفع باتجاه تكميم الأفواه لدى المواطنين ولدى الناشطين في هذا المجال وبالتالي المشهد الأمني ما زال أيضا يشهد إخفاقات بين الحين والآخر وهناك خروقات أمنية سواء ما يتعلق حتى في التفجيرات الإرهابية التي حدثت بالفترة الأخيرة موضوع الاختيالات موضوع الخطف وبنفس الوقت موضوع القضايا الخاصة في موضوع الاختيال الأخير هذا يدلل هناك خروقات أمنية هذا يدلل أن هناك عدم موجود تخطيط ومتابعة من قبل الجهات الأمنية لإعصابات الجريمة منظمة أو الجهات التي تقوم بعمال الاختيالات أو أعمال الخطف أو الاتجار بالبشر بالنسبة للمواطنين وغالبا كنا نطالب كمفوضية عادل استراتيجية الأمنية بشكل كامل لأن لدينا في حقوق الإنسان منظومة أساسية حق المواطن في الأمن والأمان وعندما يتعرض هذا الحق ويستهدف حق الإنسان في الحياة أعتقد أن منظومة حقوق الإنسان لن تكون منظومة متكاملة بل هناك خرق كبير جدا وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان في هذا الجانب وبالتالي دفع العديد من المواطنين حياتهم ثمن هذه الإخفاق وثمن عدم التفاعل إيجاباً كمفوضية حقوق الإنسان أستاذ فاضل أنت صديق عزيز حقيقة وليهون أستاذ باسم لكن خليني شوي أدوس وياك بالأسئلة نوعاً ما مفوضية حقوق الإنسان فقط إي أو لا؟ مسموع صوتكم دولياً؟ أكيد هناك تقارير تقدم من قبل مفوضية ممتاز إذا كان صوتكم مسموع دولياً ما المانع أن تقوم هذه الدولة الداعمة؟ ما المانع أن ترسلون ربما بلوجان؟ ما المانع أن تتدخل هذه الدول في حماية حقوق الإنسان وفي أخذ حقوق الإنسان؟ جماعة ناسة وزارة حقوق الإنسان ما فات سويت أيضاً مؤسسات تعنى بقضية حقوق الإنسان ما فات شل المانع أستاذ فاضل من أن تتعامل هذه الدول بجدية مع هذا الملف؟ أستاذ أحمد تستذكر دائماً في قضايا حقوق الإنسان كمفوضية تقوم بعملية رصد وتقص الحقاق وعملية تحليل واقع حقوق الإنسان في البلد وتقدم هذا التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان في جينيب عن كافة أوضاع حقوق الإنسان واللجان التعاهدية المعنية ودائماً عندما يكون هناك قضايا تتعلق في إرسال فرق قصية أو ما يتعلق بفرق دولية أيضاً المفوضية كانت تقدم هذه المعلومات للجهات المعنية وكانت تطلب أيضاً هناك دعم للمؤسسات المعنية في التحقيقات حتى تستطيع عملية مواكبة التطور في جوانب التحقيق التي تعلق في منظمة حقوق الإنسان وهذا ما حصل في نهاية عام 2015 عندما طالبت المفوضية ووزارة الخارجية أرسال فريق تقصي حقاق من مجلس حقوق الإنسان في جينيب وحضر الفريق للعراق وبقى لأكثر من ثلاثة أشهر وقدم عديد من التوصيات عن قضايا حقوق الإنسان أيضاً يوم لدينا تطور آخر في قرار مجلس الأمن 23-79 أيضاً الذي دفع بفريق تحقيق أمي معالي المستوى للتحقيق في الجرام الذي حدثت في العراق نفس الوقت أن هناك قضايا معروضة على قضاءة على محكمة حقوق الإنسان لكن بصراحة أستاذ أحمد الموضوع ليس بهذه الحيوية وبهذا التفائل الكبير لدينا العديد من القضايا والتحديات سوما يتعلق بتعامل القوى والمؤسسات في منظمة حقوق الإنسان أو أولويات حقوق الإنسان وبالتالي تحدث انتهاكات خطيرة لمنظمة الحق بالنسبة للمواطن هناك قد تكون أشخاص يقومون بعملية انفاذ القانون ليس لديهم معلومات عن تعامل مع قضايا المواطنين بل أن هناك قد يكون قلة الوعي ويحط كرامة الإنسان العراقي في عديد من المشاهد وبالتالي دائماً من تحدث هذه الاغتيالات دائماً من هناك تحديدات أمنية خارقة وتفوق المستوى الحدث بالنسبة للمواطنين كنا نطالب أن تكون هناك دعم وبالدليل سيد أحمد وهي مفردة أعتقد لم ترى النور لحد الآن هناك قرار لمجلس الأمن الدولي خاص في العراق وكان في طيات هذا القرار في المادة الثانية من القرار تقول للعراق الاستعانة بأجهزة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني وعطى هذه الاستعانة بمطلق الحرية في كل التفاصيل اللي تعلق بمنظومة حول الإنسان لكننا من 2015 لغاية 2019 لم تستثمر الحكومات المتعاقبة على هذا المشهد الدعم الفني في الوكالات الدولية هذا الاستثمار متعمد ولا لا لأنه حقيقة نخسر يومية يعني مئات الأقلام ومئات الأخوة من الصحفين حتى المواطنين العادين اليوم ربما الكرة انتقلت إلى التجار أو إلى أصحاب الاقتصاد حقيقة في الأسواق العراقية هذا شبح الاغتيالات أستاذ فاضل شلون نقدر نتجاوزه في ظل عدم وجود رضا من قبلكم التجاه المؤسسات الأمنية يعني احنا خلي نكون واضحين ماك منظومة حقوق النسان تكون فاعلة ولاديها تأثير على مساحة حقوق المواطن إذا لم تشترك كل الأطراف مع بعض احنا مو مفصل عن الدولة بالعكس احنا نصحح مسار الأخطاء ونعطي ضوء للتوصيات التي تحدث وبالتالي عندما يكون الأخ استاذ باسم والأخوان المتظاهرين والناشطين والمدونين عندما يكون للإعلام دور كبير عندما تكون المؤسسة الدينية والمؤسسات الموجودة في الدولة دور آخر تكامل في منظومة حقوق النسان نعم نجد أن هناك عملية تطور إيجابي والدليل اليوم نحن نستعرض اليوم تقرير الاستعراض الدور الشامل اليو بي آر 2014 قدمت العديد من التوصيات للعراق وسوف نراجع هذه التوصيات عام 2019 وسوف نشهد أيضا توصيات أخرى هذا يدلل أن المشهد لا يتقدم كثيرا نعم هناك قد تكون تشريعات قد تكون سياسات لكن على واقع الحال ما زلنا نشهد الكثير من الانتهاكات حقوق الإنسان في كل المجالات ما هو التطور في منظومة حق الإنسان بالصحة أو البيئة أو بالتعليم هل تم غلق من ألف النازحين اليوم موضوع البيئة والتلوثات الكبيرة التعامل مع التظاهرات نعم المشهد بصراحة كبير المشهد معقد وهذا الجهاز الأمني ربما تأثر بالسياسة وتعقيد المشهد السياسي شلون نقدر نبعد ونفكك هذه الأزمة حتى نحافظ على الدولة تحافظ على حياة الناس حقيقة لأنه تدري أنت مثل ما طرح الأستاذ فاضل هناك أزمة ربما هي أعمق وأكبر من قضية مستمعات حقوق الإنسان وممارساتها بشكل صحيح الحقيقة يعني مشاكل العراق على حجمها الكبير حيولها جدا بسيطة أنت حضرتك أستاذ أحمد جبت مسألة فراغ وزارة الداخلية نعم هو وزارة الداخلية يصرون على الفياض مزين الفياض ما نحن نشوف الأمن الوطني شلونه نعم يعني حقيقة أنا هذا يذكرني بالكوميدي الأمريكي كريش روك لما أنتقد رئيس ولاية المتعدة الأمريكية لما أنتقبه مرة ثانية الأمريكان قال هذا صور نفسك يعني بوش كان يعمل في متجر كان عنده فائض ثلاث تريليونات رجع خلال أربع سنوات الفائض راح وخسر ست تريليونات لكن مع ذلك أصر الشعب الأمريكي أن يجيبه مرة ثانية القصد نجيب الخاسرين الحقيقة الفياض يعني تجربته سيئة جدا بالأمن الوطني بدليل هذه السنوات الماضية كلها ما يتحقق من الأمن الوطني لكن أنا أرجع إلى نقطة مهمة أشار لها الدكتور فاضل فيما يتعلق بالإجراءات التي تحمل المواطنين أنا أرد أذكر أستاذ الدكتور فاضل بنقطة مهمة سائق الهمر سائق الهمر وهذه جريمة وثقتها المفوضة حقوق الإنسان سائق الهمر سائق الهمر بسرعة كبيرة وهذه الصور موجودة ودهس مواطنين تم التحقيق معاب على أثر الشكاوة التي قدمت والفيديوهات التي وصلت والفيديوه وصل إلى السيد العبادي وقرر أمر من السيد العبادي إجراء التحقيق مع هذا الشخص شنو اللي صار اللي صار تم غلق التحقيق مو بس انغلق التحقيق لا هذا سائق الهمر قدم شكوى على ناشط مدني من محافظة كربلة كتب مقال أشار إلى الحادث هذا قدم شكوى إلى محكمة التحقيق بداعي تشهير تصور بدل ما كان متهم يجب أن يحاسب صار خيال وبدأ رمح الآن هو يشتكي هنا هذه المسألة نتكلم عن الحماية القانونية الحماية حماية المواطنين نحن كناشطين مدنيين المثقفين ناشطين مدنيين نحن لا نعاني بس من رصاص الجهات المجهولة نعاني من إجراءات قانونية متعسفة ضدنا لما نكون إحنا متهمين لما نكون إحنا مشتكين ما كوا إجراءات توفر الحماية المسؤولية بس من تجاوزون لازم تحاسبون استاذ خلنا وقفوا يا رسولي ما عندنا مشكلة لأي تجاوز نحاسب لا لما تتجاوز على أموال الدولة وتتجاوز على دوار الدولة لا تتحاسب أبدا لا أكو قوة أكو قوة إحنا نحن نحن عن ملف آخر إحنا طبعا أنا مسألة التجاوز على أموال الدولة إحنا ضد التجاوز على أموال الدولة بسيطة لكن الحقيقة لما تكون التجاوزات بسيطة يعني أنا أنا ضد الحرق لكن لما يصير حرق بسبب سلوك سلوك المواطن شلوك الفرد ضمن الجماعة مختلف عن سلوك الفرد هذه مسألة نفسية ويعرفونها بس لا حني بس إحنا ما عندنا جرائم كبيرة صارت بتجاوزات خطيرة على المال العام هاي مسائل بسيطة لكن مع ذلك لو كان أكو دليل على شخص معين إحنا ما نتمسك بالدفاع عنه بشكل يعني سلبي لكن خليجون يعني لما يجي منفوضة حقوق الإنسان توثق أنه الشرطة رموا الرصاص بمستوى الصدر ولا واحد تحرك ولا عقوبة ولا أي واحد المسؤولين عن إصدار الأوامر ما عليهم شيء في أيام العبادة تتحدث حضرتك أوليش يعني صغطت الجريمة الآن بإمكان عبد المهدي أن يحركها أنت حركها بمفوضة حقوق الإنسان لدعاء العام بس عبد المهدي يجيبها منك يجيبها من غيرك أستاذ باسم لنجد أن نحمل الرجل ما لا طاقة له به الآن حقيقة هو حقيقة ما لا طاقة له هذا ما إلى طاقة به لا حقيقة هذه جزئية يعني يعني تدري شلون إحنا نريد رئيس وزراء إلى طاقة عند طاقة والله ما ترضون علي رئيس وزراء أستاذ باسم حقيقة ما ترضون ليش لأنه تدري لأنه أنت تدتقولون أكو فوضة وأكو كذا احنا خنسنا للدولة أستاذ يعني أنا أجيك يعني أنت أثرها هسأني كأت جرح فضل يعني الآن سيد عبد المهدي زي يعني هي إجراءاته إجراءات منطقية مثلا نعم المجلس الأعلاني مكافحة الفساد منه اللي منه مكون ممن من مفتش عام وزارة داخلية وزارة داخلية اللي أنا شخصيا بس بالمثنى عندي أكثر من شكوى على وزارة داخلية وتجاوزات هيئة النزاهة رئيس هيئة النزاهة أنا شخصيا على الأقل عندي ثلاث شكاوي ضد قاضي عزة توفيق رئيس هيئة النزاهة لتورطه لأنا الآن أتكلم وأنا مسؤول عن كلامي تتورطه بحفظ إخبارات ثبت فيها التجاوز على المال العام وما يزال المال العام متجاوز عليه وما يزال ديوان الرقابة المالية يطالب بالأموال اللي تم حفظ الأخبارات بها وأنا أتكلم بالدليل فإذا قام القاضي في الدليل على كل ما أسنده للمغذوف انتفت الجريمة يعني ماكو جريمة الآن بكلامي عن السيد القاضي عزة توفيق مو مثل ما أحب سوني على نار هادية النزاهة تشتكي علي عبارة على نار هادية هاي النزاهة اللي تترك الفاسدين وتركض وراء باسم خشان لأنقال تطبخ إخباراتي إخباري على نار هادئة أو حتى بعض القضايا اللي تحركت وهذه غريبة من القراءة الموضوع أصلاً مو يمن نزاهة لكن صارت مشتكي ضدي بي النزاهة هاي نهيت النزاهة هذا لما انت جاتت بطار عام أنا حضرت تقلت على إجراءات عبدالعبدالنهدي أصار خرجنا من الموضوع لكن المسألة إجراءات يجب أن تحقق نتيجة مو إجراءات ويطلع بس يتباوس وي المواطنين ويصور أنه أنه أربع سنوات نقضيها بوس بالمواطنين تنحى المسألة بالدولة يعني أفهم من كلامك أنه الخطط الموضوعة إلى الآن لا تلبي طموح لا خطط أمنية لا خطط اقتصادية لا أكو لا أكو رؤية اقتصادية يعني حياة الناس بخطر إسراد باسم إحنا حياتنا أكيد خالنا بخطر لأن الدولة ما جاي تفكر أنت تصور يعني هاي الانتخابات قبل كم يوم صارها سنة أي جهة أي جهة من الدولة كان عندها مشروع سياسي مشروع أمني مشروع ياخذ ينقل الدولة من مكان إلى آخر إحنا جاي نحاول نكرر نفس التجربة كل السنة 15 سنة ونتوقع نتائج مختلفة على إعادة نفس التجربة جيد دكتور فاضل بالجزء الأول من السؤال اللي حضرتك يعني ربما أريد يعني جواب شافي هل العراق بأطاردة إعلاميا بسبب هذه الانتهاكات لا يعني مو بهالتعميم أستاذ أحمد يعني نحن خلل نتج إلى الوثيقة الدستورية عندما أشارت إلى مفردة الكفالة والكفالة هي الضمان والحماية وبالتالي مسؤولية الحكومة ومؤسساتها حماية كل الأشخاص الناشطين الصحفيين اللي يقدمون خدمات مجتمعية وبالتالي يعني نعم قد تكون إذا هناك تهديدات ومخاطر جمع على حياة الصحفيين وهناك اغتيالات لهم وتهديدات على عوائلهم قد تكون هذه في العراح حد الأسباب أنه ماكو بيئة حقيقية واقعية بالنسبة لموضوع الصحفيين وحقهم في موضوع ممارسة عملهم بحرية كاملة وبدون أي تهديدات وهذه المفوضية أشارت إلى هذه المفردة في تقريرها الآن سوف يقدم في الأسبوع القادم إلى مجلس حول السام في جنيف في آرية الاستعراض الدور الشامل كان هناك إشارة واضحة وصريحة أن هناك انتهاكات تتعلق في موضوع حماية الصحفيين وما يتعلق في موضوع التهديدات المتواصلة للصحفيين والصحافة ما أثر كثيرا على موضوع حرية الرأي والتعبير وعلى منظمة حقوق الإنسان بالنسبة لهذه الفئة المهمة بالنسبة للعراق اليوم ما معقول في دولة دمقراطية ما بها صحافة حرة وما بها صحفيين يمارسون حريتهم بشكل كامل ويستطيعون الحصول على المعلومة من أي مستوى شوف أنت المعلومة جيد صعب عليها أستاذ أحمد وأنت أيضا صحفي وإلى أكباع طويل في مساحات معينة تعمل فيها صد باسم باقي المؤسسات الصحفية صعب جدا تحصل على المعلومة بشفافية وبسرعة وباستجابة من كل المؤسسات وبالتالي هناك تحديات قد تقع على حياة الصحفيين في هذا الجانب وتمثل أيضا أي أهم الانتهاكات التي تحصل في موضوعات جانب آخر صد أحمد نعم نحن من الصير اغتيالات مثلا للصحفيين بالنسبة للناشطين دائما عندنا أفلات من العقاب احنا ما عندنا في اليوم الأيام شفنا مثلا صحفي تم اغتياله أو ناشط مثني تم اغتياله وحصلنا على الجريمة احنا رأسا بس أيضا من مهمتكم كحقوق الإنسان أستاذ فاضل عذرا عن المقاطعة أيضا هذا يتقى على عاتق مهمة حقوق الإنسان عليكم ربما تكثيف الجهود تكثيف الدعوات يعني تكثيف عملكم وجهودكم إذا المطالبة بالكشف عن من تورط بهذه الاغتيالات يعني هناك عتب أستاذ فاضل على هذه المنظمات التي تأسست مع دفعون ثلاث والناس شوفوه بالعراق على أقل تقديم أستاذ أحمد احنا بالنسبة أننا عملنا واضح وصريح استنادا إلى الولايات الممنوحة بالقانون وبالتالي نقدم توصيات مباشرة للحكومة للبرلمان للمؤسسات المعنية أن تتعامل وفق هذه المستويات لتحمي حقوق الناس وتدعم منظومة حقوق الإنسان داخل البلد وبالتالي في منظومة حق الحياة هذه أحد الحقوق الأساسية وهو حق مقدس لكل المواطنين وعطينا العديد من التوصيات للحكومة بغية معالجة هذه الثغرات وبغية تقديم الجانب خلينا نقول الجانب البسيط للمواطن حتى يعيش على أقل في ناحية من الأمل والأمان حتى لو كان يغطي احتياجات الأساسية ما وصلنا إلى موضوعة اليوم عندنا استراتيجيات أمنية تتعلق في منظومة حقوق الإنسان التي تتعلق في موجود نورية الأمن المخفي عندنا موجود عندنا الصبات وما عندنا السيطرات وما عندنا المشاهد التي تعرقل حتى حياة المواطنين اليومية بنفس الوقت احنا ما اتطورت حتى منظومتنا التحقيقية احنا علم الإجرام دائما يتطور احنا ما زلنا في التحقيق عندنا مفردة انه احنا واحد تكون نضرب حتى نحصل من المعلومة وبعدين اذا ما يطلع هو الشخص المعني يبقى لفت شهر وشهرين وقول له يا بأ الله وياك مع السلامة واصلا حتى ما نقدم له اي امتهان لكرامة الإنسانية او نرد اعتباره وبالتالي كمفوض يستاذر الحمد العديد من التوصيات تقدم لكل المؤسسات وبالتالي عندما لا تستجيب هذه المؤسسات ننقل هذا التوصيات المن نوديها الى المستوى الدولي في هذا الجانب وبالتالي المستوى الدولي يقدم هذه التوصيات ايضا للدولة العراقية باعتبارها المنزمة ايضا لتنفيذ هذه الاتزامات هذه المنظومة بصراحة سيدة أحمد عذرنا على المقاطعة يعني ان شاء الله خليك تسترسل في الإجابة دكتور فاضل التوصيات المقدمة الى الدول الاخرى الدول الاوروبية الدول يعني العربية او الاوروبية الاجنبية بشكل عام هل تتعامل هذه الدول مع التوصيات الخطيرة اللي حضرتك وبقية الاخوة في حقوق الانسان عندما ترفع ويتعاملون بجدية معها كيف ينظرون العراق الى الان كبيئة آمنة ليست آمنة في ظل الخلاص من عناصر داعش يعني بشكل نسبي كبير وفق التصريحات الاخيرة شون توصياتهم وشون دينظرون الى العراق حتى اللحظة بيئة طاردة على المستوى العيشي البشري ام لا استاذ احمد اضطيك يعني حتى للمشاهد الكريم هي توصيات مرات تكون فيها جانبين منظمات المجتمع المدني تقدم تقارير الظل المفوضية تقدم تقاريرها ايضا المباشرة وكذلك الامم المتحدة وكالات العامة في العراق تقدم تقاريرها ومقابل تقارير الحكومة الذي يقدم هذه التقارير جميعها تقدم باعتبار تقارير اصحاب المصلحة على هذه التقارير والمؤشرات تقدم الدول توصياتها ايضا الى العراق بشكل مباشر والحكومة العراقية قسم من الدول لديها أيضا سفارات ولديها أيضا العديد من الوكالات العاملة لديها أيضا مؤشرات خاصة وبالتالي تقدم العديد من التوصيات لكن هل اليوم مثلا 2014 قدمت العديد من التوصيات للعراق واليوم نحن نراجع هذه التوصيات ما هو التقدم المحرز الذي حصله منذ فترة 2014 في منظمة حونسان نعم هناك إشارات إيجابية في العديد من الدول وكذلك ضمن أربقة الأمم المتحدة ومجلس حونسان والمتحدة الأوروبي أن موضوع تعامل الحكومة العراقية والقوات الأمنية في حربها مع داعش يعتبر أحد الإيجابيات الكبيرة التي استطاعت من خلالها حماية العديد من المواطني لكن كان هناك أيضا توصيات تتعلق في موضوع حماية المواطنين موضوع إعادة النازحين موضوع إعادة البنى التحتية موضوع التعايش السلمي وتوطيل الاستقرار والدمج المجتمعي موضوع التأهيل النفسي موضوع إعطاء الحرية للتعبير بالنسبة للناشطين والمدونين وبالنسبة للمنظمات موضوع التشريعات كثير من التشريعات الآن ما موجودة أستاذ أحمد يمكن أننا نتحدث اليوم عن أهم تشريع كنا نطالب به دائما وهو قانون حماية المدافعين ما عندنا قانون يحمل المدافعين كناشطين اليوم بالعكس نحن نطلع قوانين تحد من الحريات نطلع قوانين قد تكون بها في جزء من موادها تأثيرات وكذلك المساعدة في عدم إعطاء الحرية الكاملة بالنسبة لحقوق الإنسان وبالتالي حتى التشريعات ماتت دائما أولوية لمنظمة حقوق الإنسان وطالبنا الآن البرلمان العراقي في دورته التشريعي الكريمة أن تكون لهم أولوية كبيرة جدا في التعامل مع التشريعات الخاصة بقضايا حقوق الإنسان طالبنا سيد رئيس مجلس وزراء أن تكون ضمن برنامج الحكومي أولوية لحقوق الإنسان نعم نحتاج الاقتصاد نعم نحتاج الأدوات السياسية لكن خلينا اليوم نغير منهج الحكومة ونتج إلى منظمة حقوق الإنسان ممتاز أستاذ باسم في قضية تتفق مع أنه العراق ليس بيأطاردة لو على ضوء الفوضى الذي نعيشه ربما تؤثر سلبا على الحياة الناس بشكل عام الناس عايشة بقلق أستاذ باسم الله يخليك هذا هو القلق موجود وأسبابه موضوعية القلق يعني نحن نتكلم عن القوانين الموجودة القوانين التي يفترض أن تحمي الناشطين المدنيين تصون حياتهم أيضا حقوقهم القانونية لكن للأسف التطبيقات غير صحيحة يعني مثلا الضمانات المتهم التي نص عليها الدستور ونص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية لما نشوفها إحنا في مرحلة التحقيق الابتدائي اللي يكون عند ضابط الشرطة أو خصوصا في الاستخبارات أو مكافحة الإجراء في هذه المرحلة حتى ينمنع المحامي من حضور التحقيق يعني استخبارات ماكو محامي يدخل مع المتهم مع العلم أنه إفادته أمام الاستخبارات تكون هي أساس لإدانته أحيانا بمعنى بمعنى أنه هذه مسألة حقوق الإنسان يفترض أنه في حقوق الإنسان تثير هذه المسألة وتعامل معها بحيث مجلس القضاء يصدر تعليماته بحيث يكون للمحامي الحق في الحضور مع المتهم أثناء التحقيق في هذه المؤسسات التحقيقية سواء الإجرامة أو الاستخبارات طبعا أضافة إلى ذلك لما يصير تعذيب وتأخذ المعال تعذيب طبعا تعذيب حالة تعذيب إلى حد الآن تعذيب موجود يعني التعذيب جزء لا يتجزئ من إجراءات المحاكمة يعني تحقيق المحاكمة الحقيقة يعني بعض الحالات يعني أنا أتكلم عن بوضوح أتكلم عن شهادات محامين يعني إما المحقق أو القاضي أحيانا يقول تحكي الصدق لو راجعك للإستخبارات يعني هاي التهديد بهذا وارد عندنا يعني أنا ممكن تكون استثناءات قليلة لكن هي موجودة القصد أنه إحنا مفوضة حق الإنسان أصور يسمعني الدكتور فاضي يفترض أن تركز على هاي النقطان اليوم كنت بنقابة المحامين والحقيقة يعني النقيبة سيدة النقيب أحلام اللامي ناقشنا هاي المسألة وهي الصور يعني مهتمة في مسألة توسيع ضمانات المتهم بحيث يكون حضور المتهم المحامي إلى جانب المتهم في هذه في التعقيق البزدائي يكون شرط يفترض أنه ما يجرى التعقيق ولا تدون أقواله إلا بحضور المحامي ما ما أقوله يعني شخص جاهل ممكن يخد على الضابط ممكن يملون عليه إفادة معينة بالخديعة أو بالتعذيب هذه بالنتيجة أقواله تدينه ممكن يعدم يسجن يحكم بغرامة بأي عقوبة فهذا الخلل أصور أنه مفوضة حق الإنسان ما خابت به حد الآن إحنا الآن 15 سنة أو 16 سنة يقدر يجوابك الدكتور فاضل يفترض تفضل أستاذ فاضل إجابة لك أستاذ باسم شكرا لملاحظتك بس أنا كنت أتمنى التقارير اللي أصدرت المفوضية منذ عام 2013 لغاية هذا اللي نتحدث به اليوم وإحنا اليوم موجودين في أربيل على أساس أنه نكتب التقارير المشترك للاستعراض الدور الشامل مع هيئة الوطنية لقليم كردستان وفي كل التقارير كانت عندنا محور خاص في ضمانات المحاكمة العادلة والأساس في هذا الموضوع أنه إحنا دائما نعطينا توصية أن يكون المحامي أحد الأركان الأساسية لهذه الضمانات واطلبنا حضور المحامي منذ لحظة القبض ليس منذ لحظة التحقيقات الأولية إحنا ردنا أن نوسح هذا الجانب وكان هناك مطالبات أنه اليوم إحنا ما عدنا قدرة في أجر المحامين اتجهنا في شراكة مع أخواننا في نقابة المحامين أن يكون هناك محامين متطوعين يقدمون هذا الجهد الإنساني الكبير وفاتحنا في ذلك مجلس القضاء والبرلمان والحكومة لكن بصراحة لم نلاحظ حد الآن أي تقدم محرص في هذا الجانب لتحقيق هذه الضمانة الأساسية في أكثر من تقرير قدمنا توصية أن يكون التحقيق من قبل المحققين القضائين ما مسموح اليوم إحنا ننوقع اتفاقيات ومعاهدات دولية ونقول إحنا ننضم إلى إعلان عالمي وعدنا عهود وعدنا مواثيق دولية وعدنا قانون معاهدات وطني ويوقع العراق وينضم إليها العراق وإحنا ما ننفذها يعني إحنا لحد اليوم ما شدنا تقدمات تتعلق في موضوعات التحقيقات وإجراءات التحقيق ما زلنا نفس الشي إحنا مراكز الشرطية تتقوم بالتحقيقات حتى الإدارات المتعددة في تعامل مع قضايا حقوق الإنسان أنت سمثل في السجون ومراكز الاحتجاز كل العالم تلقى مؤسسة واحدة هي المعنية إحنا عندنا سجون وماقف مرة تلقاها بالداخلية مرة تلقاها بالدفاع مرة تلقاها بالأجهزة الأمنية الأخرى تلقاها السجون موجودة واصلاحيات تابعة لوزارة العمل مرة تلقاها بوزارة العدل ديصير تشتت حتى في المشهد اللي يتعلق بتقديم الضمانات إذا تحدثنا عن الضمانات الكثيرة بصراحة لم تتطبق لحد الآن وصدقني عندما يعني الغرابة في مكان عدم التطبيق أستاذ باظل بيش هو متعمد من قبل الحكومة برأيك من قبل الوزارات المعنية بالملف القانوني والقضائي أستاذ أحمد أنا اللي أو حلل أو دو أوصل له وعدي صارت بي قناعة أن اليوم إحنا بصراحة ما حاطين أولوية لحقوق الإنسان في تعاملنا الأساسي كمؤسسات لدولة يعني مو مهم كلمة حقوق الإنسان بالنسبة للمواطن نعم نرددها نعم نتحدث بيها على عرض الواقع المواطن ما دي يحس ويلتمسها بشكل كامل المواطن دي يروح إلى دوار الدولة دي يراجحها أكو امتهان الكرامة الإنسانية من يروح في الشارع يحزك وتمايز واحد أليف وواحد باء من يروح يقدم معاملات الإنسان الفقير آخر الناس اللي يتقدم للخدمة وبالتالي هي مو هكذا نحن نقول نحن الدستور الناس هم متساوين في كل الحقوق وبدون تمييز لا اليوم أكو تمييز في موضوعات الخدمات أكو تمييز في موضوعات التعامل أكو حط الكرامة الإنسانية في قسم من المؤسسات لتعامل وكل ما نحن نقول يقول والله إحنا يرادلهم تدريب تدرب المؤسسات صار لنا إحنا أكثر من ثمانية سنوات ننشر ثقافة حول الإنسان دربنا العديد من المؤسسات وما زالت التحديات والانتهاكات مستمرة ماذا تتوقف نعم إنك انتهاكات فردية نعم بس انتهاكات فردية من اليوم يعالجها إذا ممكن مؤسسات الدولة توقف وقفة رجل واحد وتقول يا بحقوق المواطن العراقي خط أحمر ما حد يتجاوزه اليوم القضاء من الدخل في مفردات اجتماعية توقفت العديد من الانتهاكات ليش اليوم إحنا صعب اليوم القضاء والمؤسسات العدلية في العراق تقول والله المحامي يحضر مع المتهم هو متهم وبريء اللي حين ما تثبت دانته زي ليش ما أطي هذه الضمانات الأساسية والبسيطة جدا حتى يقدر يطلع على كل تفاصيل التحقيقات اللي تتجرى هو إحنا ما عدنا مثلا تحقيق نقول بيه سرية إحنا ما عدنا صارة سرية بالعراق كل المعلومات متاحة ومباحة فليش إحنا اليوم المحامي ما يخليه يأخذ هذا الدور والناشط المدني الشخص اللي يقوم بعملية المراقبة كمنظمات يأخذ دور أيضا في المراقبة والتحليل ليش اليوم إحنا ما عدنا إمكانية فتح كل الأبواب على مصرح أيها لكل المؤسسات اللي تتعامل مع منظومة حقوق الإنسان وحتى يقول بكل شفافية وعدالة ليش اليوم إحنا بعد ما إفرحنا كثيرا من صارة تعديل لقانون الدعاء العام وإعطاء صلاحيات أكبر ليش اليوم للدعاء العام ما زال مكبل أن يأخذ دورا كامل مع أن القانون اليوم أعطاه صلاحيات مطلقة تفوق كل الصلاحيات الموجودة في الدولة العراقية حتى يساعد على ضمان وحماية حقوق الإنسان وبالتالي أعتقد نعم أكو سوء إدارة لملك حقوق الإنسان في التعامل بهم من قبل مؤسسات الدولة نعم هناك عدم وجود ثقافة كاملة لقسم من الأدوات التي تعمل بها الدولة في قضية حقوق الإنسان وكنا دائما نتحدث كثيرا ونقدم التوصيات إلى الحكومات المتعاقبة وما زلنا أيضا نأمل في حكومة السيد العدل العدل المنين أن يكون له أولوية كبيرة في التعامل مع مظلمة حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات التي تحصل بين الحين والآخر لكل مساحة حقوق الإنسان في البلد جيد الزميل المخرج حضرنا الفيسبوك سادتي الكرام حقيقة كنا نتمنى أن ينظم معنا أحد الأخوة من وزارة الداخلية أو قيادة العمليات ونتمنى أن ينظم معنا أحد أعضاء مجلس محافظة كربل لكن الكل اعتذر بسبب التزاماته وبسبب أعماله أستاذ باسم عندنا الفيسبوك وأيضا نطلع بالضبط أيضا للرأي العام حتى يبين زمين المخرج المشاهدين الأخ نوري حمدان الصحفي ثمن المنجزة الثقافي 13 رصاصة الإسلام السياسي الذي يقود الحكومة هو مسؤول عن أمن المواطن تعليقك على ما ذكر الصحفي نوري الحقيقة يعني هو مم بس الإسلام السياسي نحن كلنا نحن مسؤولين بحس الحكومة الآن طبعا الحكومة باللسف الحكومة مشكلة من أحزاب بعضها إسلامية وبعضها غير إسلامية لكن هي هاي الأحزاب اللي قادة الدولة هو أحزاب معدودة جدا يعني عندك لا يتجاوزون ستة أحزاب اللي يتقود الدولة الحد الآن ما قدمت أي شي لهذا البلد بحيث المواطن يشعر أنه هذا بلده ومحمي به جيد حتى حتى يعني للأسف حتى السلطة القضائية في كثير من الأحيان أنت لو ما نشوف القرارات اللي تصدر لما يكون المتهم هو ناشط مدني القرارات غريبة عجيبة يعني أنا مثلا ست سنوات حبست على شنو على عبارتين بمقالين على فيسبوك أنا حكم ست سنوات الآن سراق المال العام يحكمونهم وقف تنفيذ يستقل يعني 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 أنت انحكمت وانسجنت ومدرش وهمدز وعليك وبعدك في السياس يا أستاذ واسم و تقول العراق ليس بي ربما بشكل أحكي لي غير كلام لا الحقي العراق ربما ليست آمنة بهذا المستوى لإنتج أتأمل بأحلام وردية يعني أنا بالنسبة لي يمكن أنا بوضع أحسن من غيري أنا في أي لحظة مثلا أنا عندي حياة أنا عايش بأمريكا وكان بإمكاني أن أعيش بأمريكا وما أجي هنا على الرغم من أنه أنا مجيئي لهنا كلفني سجون وكلفني مطاردة قضائية 64 دعوة جزائية عدل اللي ما أدر بهن حسن ممكن يتحركان رح يتحركن بعد 64 دعوة جزائية منهن 13 دعوة حركها قاضي تحقيق النزاهة ضدي تصور 13 دعوة 12 دعوة حركتها هيئة النزاهة ذن الجهتين اللي أنا قمت بأعمالهم أنا قاضي تحقيق قاضي تحقيق النزاهة طبعا أنا للأسف يعني أنا أتكلم حكيت عن قاضي تحقيق نزاهة المثنى أكثر من مرة و الحد الآن ما أتخذ أي إجراء مش تكي علي علقة 30 شكوى هذا القاضي قاضي النزاهة اللي حرك دعوة عليها أفرج مو أفرج الحقيقة ما استقدم قريبة في دعوة كان بيها متورنطين اثنين و دين الشريك مرتكب الفعل الأصغر و قريبة مرتكب الفعل الأول والأكبر ما استقدمه صدر أمر قرار قضائي من محكمة استناف المثنى و صفحة التمييزية و على أثارها صدر قرار آخر من محكمة جنح السماو اللي حكمة الشريك بتوجه وجهت كتاب إلى محكمة التحقيق لإجراء لفتح دعوة جزائية بحق ممتع الصور نفتحة الدعوة جزائية وأنا مشتك بالإشرار القضائي نغلقت الشكوى ما تشرار القضائي أغلق الشكوى أفهم كلامك يعني بحاجة إلى تسقيق قوة القانون اللي أقوله اللي مشترك في هذا الوضع جميع المقصرين المثقفين اللي ساكتين مقصرين الدولة الإسلام السياسي و غير السياسي مقصرين القضاء كل الجهات المعنية بتصحيح الوضع بالعلاق حتى مفوضة حقوق الإنسان حتى مفوضة حقوق الإنسان على الرغم من جهدها الكبير هناك مساحة لتطوير عملها ممتاز الفيس الثاني طيب صال الحمداني الحادثة اللي مر بيها زميل أستاذ باسم الأقصالح يقول بتشيع الدكتور علاء سأرين الطفل يبيع قطع بازة على السيارات بفلكة التربية هذا من الميت شهيد و نستشهد بشارع ميثم التماء الحوار اللي دار ياهو كتله داعش مذهولا وصلوا لبواب بغداد يعني بهذه البساطة أستاذ باسم يعتقد الشارع هناك في المحافظة أن داعش هو الذي وصل إلى كربلا أو وصل إلى بوابة بغداد واغتاد يعني هل تعتقدون بهذه البساطة وصل لقناعة الناس هذا جواب طفل هذا جواب طفل حقيقة هذا جواب جدا عمير يعني يعني هذا الصور به سخرية أكثر مما هو يعبر عن شيء أكيد داعش ما وصل إلى كربلا أكيد داعش ما يعرفون منه على مشدوم الشيء نعم ما يعرفون ما يعرفونه هذا مو من ضمنه ماماتهم اللي يعرفونه اللي كنت له هم اللي يعرفونه فداعش ما يعرفونه جي هذا الخرق الأمني حقيقة يعني يعني أنا ما أصور ما أصور أنه الجهة الأمنية جاهلة جهة المطبق بحيث أنه هاي جريمة تمر دون أن يعرفونه ممتاز لكن إذا يدعون الجهل فهي كارثة الجهل الفيس الأخير الأخ معا مما لا شك فيها نسبة قتل الكفاءة العلمية والأدبية والوطنية منذ 2003 لغاية اليوم تفوق بكثير نسبة ولادتها ونشأتها من جديد أرضف إلى ذلك رسالة الخوف الترويع التي انعكست على البقية الباقية الأمن الوطني العراقي أمام مسؤولية عن إيقاف نزيف الدم خارج نظرية القاء القبض على الجنات أو ملاحقتهم ردك دكتور فاضل على ربما التغريدة الأخيرة هل فعلا نحن بحاجة إلى تفعيل أو تجديد العقوبات على المتورطين ومرتكبي هذه الممارسات استاذ أحمد بس خلي عندي ملاحظة صغيرة يعني إضافة لما تفضل بي دكتور فاسل بدقيقة واحدة خلينا نقارن بين التعامل مع قضايا الأمنية في المحافظات يعني إحنا صارت عندنا حادثة في محافظة واسط وتم خطف طفلة خلال 24 ساعة وصلت القوات الأمنية وحررت الطفلة أخوة ما خبر هذا وسلمها الأهل يعني غير كان أكو جهد كامل في هذا الجانب ووصلنا إلى الحقيقة مثلا زيناني اليوم ناشط وشاعر وروائي وقاص ومثقف ولديه الكثير من التأثيرات المجتمعية داخل مدينة كربلا معقولا لليوم لحد الآن إحنا ما عدنا مثلا كاميرا صورت ما عدنا معلومات ما عدنا قدرة أن نوصل الجنات إلى قبضة العدالة هذا بصراحة أيضا بي علامات تعجب كثيرة ونفس المشهد يعني في كل مكان قد تغير إحنا الأمن واحد هو سواء أنت عندك اختطاف سواء عندك قتل سواء عندك اغتيال هي كل المفردات تتعدد بس هو الهدف واحد هو منظومة لحق المواطن الآن ديصير بيه انتهاك خطير جدا بالتالي يعني ما أعتقد أنه نحن نظلوا على مكتوب في الأيد وبعدين بالنهاية نقدم رسالة اعتذار العائل ونقولهم والله قيد ناظد مجهول هذا مو منطق وعندي أستاذ أحمد إذا سمحت لي في ثانية ثلاثية ثانية بالضبط فضل يعني مو مع أنه المشهد الأمني وكذلك الحالات التي تحدث نحن نجي النوبة نحط لنا رأي عام ونقول والله إن واحد كتب له هذه الحجاية وكتب له هذه الحجاية وكأنما أيضا إحنا هم اللي يريد يختالون هم يقول يا الله جاء بالنياه الناس قام تتحدث بي ورح ينسونا لا مو هذا الصحيح لا أكو أيدي خفية تقوم بعملية الضرب الأمني وتعقيد المشهد الأمني وزيادة التهديدات بالنسبة لمواطنين والتأثير على حقوقهم بشكل مباشر خليل تحدث بها الصراحة شكرا جزيلا أستاذ فاضل والله أنت الوقت متابعتهم ممتاز شكرا جزيلا من أربيل سيد فاضل الغراوي شكرا لرئيس منظمة عيون على القانون سيد باسم خشان شكرا لحضرتك النائب الجديد بعد كم شهر والله إن شاء الله إن شاء الله بالطريق إن شاء الله بالطريق نائب رسمي تكسب القضية إن شاء الله رسمي شكرا جزيلا أشكر الموصول لكم إلى اللقاء سارت اشتركوا في القناة